بالنسبة للنشر الوثائق اللي انتشرت على وسائل الإعلام اللي بتتعلق بالقضية فأنا بشوف أنه هذا النشر بضر بمسار القضية لعدة أسباب منها أنه لم تفصل أو تناقش المحكمة هذه المستندات حتى الآن فهي ليست ذات قيمة بالإدانة أو بالبراءة حتى هذه اللحظة والذي يقرر اعتمادها من عدمها هو المحكمة الموقرة بالإضافة لا تقرأ البينات بشكل منفصل قد تكون كتاب معين هو عائد لبينة أخرى فالربط بقراءة الملف كامل وليس في بينة واحدة من اللي تم نشرهم فيما تعلق في بينات الدفاع فسنقوم حقيقة بطلب سمو الأمير حمزة كشاهد دفاع وذلك للتأكد من الوقائع التي وردت في لائحة الاتهام ترجمة نانسي قنقر